سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن شاد جي بي تي او بمعنى اضاك الزكاء الاصناعي اللي انت بتتواصل معاه وبتدردش معاه طبعا كلكم عارفين شاد جي بي تي لاني اتكلمت عنه قبل كده وبالفعل خصصت له اكتر من فيديو على القناة من ناحية ان انت زالت ترتفتح حسابه وكمان ازاي تقدر تستغله في تصميم الصور والحصول على الافكار وخلافه طيب هل تعلم بقى اني مايكروسوفت اتاحت ان انت تقدر تستخدم شاد جي بي تي بشكل مباشر وعلى طول باستخدام المتصفح الخاص بمايكروسوفت ايج اه هو ده حرفين تقدر ان انت تستخدم شاد جي بي تي بشكل مباشر عن طريق متصفح مايكروسوفت ايج اه داخل محرك البحث بينج وهواريك ده ازاي اول حاجة طبعا احنا انا كنت يعني نوعا اعمل لك مقارنة في الفيديو ده تمام بين شاد جي بي تي العادي وشاد جي بي تي الخاص بشركة مايكروسوفت لاني الاتنين هما واحد ده شاد جي بي تي وده شاد جي بي تي الخاصة بشركة اوبن اي اي بس الفكرة ان شاد جي بي تي اللي هو اصلا موجود على الموقع الرسمي اللي يعني الخاص بشركة اوبن اي اي الداتا بتاعته تتمحور كلها الى سنة الفين واحد وعشرين اما شاتش بيتي اللي هو موجود على بينج او محرك البحث بينج باختصار شديد ده يعني هو الاصدار التاني اللي هو 2.0 يعني معنى اضاق الخاص بشاتش بيتي يعني اللي هو الاصدار الاحدث من شاتش بيتي واقصر دقة في اللغة العربية وكمان بيعتمد على محرك البحث فبالتالي هيكون عنده اجابات مهولة او هيكون عنده داتا مهولة متوصل بالانترنت بشكل مباشر مش مجرد مجموعة من البيانات حفظها او محفوظة بشكل مباشر على بتاعته فالموضوع هنا مختلف تماما طيب بعد دلوقتي بقى اقول لك ان انت ازاي تقدر ان انت تستخدم شاتش بيتي على طيب اول حاجة انت محتاجة ان انت تفتح متصفح ايج اوكي بعد كده تروحين رايح عندك كاتف محرك البحث تمام اكتب بس اللي هو محرك البحث الخاص بيشركة مايكروسوفت مسافة ما انت يعني تبحس عنها هتدوس عليها هنا اوه وبعد كده تلاقي عندك كلمة فوق درداشة اولا ما تدوس عليها كده انت فتحت آآ الخاص بشركة طيب تعالى بعد الوقتي نستخدم شاتش بيتي الخاص بشركة وكمان الشركة الاساسية اللي هي يعني هديهم نفس الاسئلة ونفس الاسئلة هنتصر منهم اجابات ممكن تكون ممصلة او مختلفة او اضاق فاحنا هنجرب التن مع بعض اول حاجة طبعا واول سؤال هاسأله ليه هاتج بيتي هنا هو مرحبا هل يمكنك ان تتحدث اللغة العربية هاخد ده نفس الشيء وهدوس ده هنا تمام انتر وانتر وخلينا نشوف آآ اللي اتنين هيطلعوا النتائج عاملة ازاي طبعا يمكنني اتحدث اللغة العربية كيف يمكنني مساعدتك اليوم نعم يمكنني بالطبع يعني فيه ان اختلاف بالطبع يمكنني تمام حلو قوي آآ خلينا مسلا نقول لي السؤال اللي دايما الزكاة الاصناعي بيقع فيه طب حرفين اي زكاة الاصناعي بيقع في النقطة دي طيب آآ ما هي اكبر دولة عربية من حيث المساح ما هي اكبر دولة عربية من حيث المساح كلنا عارفين انها الجزائر بس قبل كده طلعي السعودية او قبلها الامارات او بص اكبر دولة عربية من حيث المساح هي المبلقة العربية السعودية حيث تمتد مساحتها على ما يقارب اتنين فاصلة خمستاشر مليون كيلو متر مربع وتاليها الجزائر الصح تمام هي الجزائر. يبقى الشاتجي بيتي اللي هو الخاص بشركة بينج هو الوحيد اللي ادق فيه här حتى لو انت ح 어떡 Kerry حتى لو انتstrong جرفت هذا عن ما هي اكبر دولة عربية انا قلت كبر دولة عربية ليس العالمية تمام اكبر دولة عربية من حيث المساحة هتلاقي الجزائر الرقم واحد معروفا يعني أن الجزائر هي أكبر دولة عربية تمام اهو الجزائر اكبر دولة عربية اعتبر هو اقليب taco من الشراك للاكبر الجزائر فهو دايما بيقع في النقطة دي وكل الاصدارات الاخرى اللي انا جربتها من الزكاة الاصناعي اللي هو النتا بتقدر تواصل معه دايما بيقع في السؤال ده دايما بيقع في السؤال ده ويجيب لك السعودية مرة يجيب لك الامارات مرة يجيب لك البحرين اللي هي اصغر دولة اصلا يقول لك دي اجبر دولة عربية من حيث المساحة مع تحياتي طبعا لقال البحرين اخواتنا الكرام فاهمني بس انا بتكلم يعني على النقطة دي فاهمني فالوحيد اللي اطلع الاجابة الصحة هو ده ميكروسوفت مينش اوكي تعني بقى دلوقتي نسأله سؤال تاني اخر مميز وحلو تمام طبعا انا كل ده بستخدم اللغة العربية رغم ان دلوان استخدمت اللغة الانجليزية هيكون اضاقة بس انا طبعا هنا بتكلم شارجي بيتين اللي هو الخاص بشركة اوبين اي 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 بقول له هل يمكنك ان تعطيني قود برمجي اوكي اي 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 ا لا 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 ثانية واحدة ايه جمال ده ده انا كنت منبهر بشات جيبتي الخاص بأوبن اي اي كون انه هو الادق في ناحية اه اللغة البرمجية ولا انا قدر اخد منه اي كود مسافة ما نكتب انا عايز بالزبط يجبهولي في ساعتها يعني هنا حتى كمان جيبلك بالزبط يعني انت كنت عايزي من سؤالك فيامني زي ما انت شايف بيقولك بالطبع يمكنك استخدام خاصية الخالفة لتدرج لوني لانشاء تدرج لوني لون الاحمر سي اس اس وخلاف من الكلام ده كله جيبلك فقط كود واحد شوف بقى اي 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 اللي هو بينج بيقولك اي يمكنك استخدام معظيفة اللي هو الانشاء تدرج لوني بانر الاحمر والاطلق وحطيلك تلات اكواد مختلفين بيقولك مثلا لو انت حطيت لونين كمسال يعني اخد الكود ده لو انت عايز تعمل كود او يعني انت عايز تعمل يعني تدرج لوني خطيا بين الاحمر والازرق من الاعلى الى الاسود ممكنك تجري اتجاه تدرج وزاوية وحطيلك كود اخر لو انا حابب اعمل كود مختلف او يعني تصميم مختلف ولو انا حابب اعمل استايل اخر بقى تمام اس كنت ده يعني انا عايز استخدم لون اخر مع اضافة المزيد من المحطات اللونية اللي هي الالوان وخلاف حطيلك كود ثالت وبالتالي كمان اداني مجموعة من الروابط اللي انا اقدر اخش عليها على الاساس ان انا اخد منها تدرج لوني اقدر ان انا استفاد به في موقعي لا حقيقي مفيش مقارنة والله والله العظيمة فيك مقارنة بين شاتجي بتي اللي هو الخاص بشكل او بين اي 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 والخاص بشكل مايكروسوفت لا فيه ده في مكان وده في مكان تاني اخر حقيقي انا منبهر جدا والله بيه وكل ده مجاني انت مش بحاجة تدفع حاجة هنا يعني شاتجي بتيل خاص لو انت جيت عليه له هنا بيقول لك عشان تقدر تستخدمه محتاج تدفع عشرين دولار في الشهر عشان احيانا بيكون عليه ضغط انما يعني مجاني 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 مفيش اي حاجة خالص بفلوس هنا كل ده مجاني مفيش ولا بفلوس ولا بتاع وان شاء الله قريب هيكون متاح في العالم كله ده محدود فقط في الدولة الغربية ولازم تستخدم في بي ان ورقم امريكا والليلا دي كلها هنا مفيش الكلام ده على طول مباشر من اي مكان في العالم تقدر تخش عليه وتستخدمه باي لغة انت عاي وهتلاقي هنا عندك ان اللغة العربية في اي جات اي الشي بي تي اللي هو الخاص بشركة بيني ادق من اي اي طيب تعالي نسأله سؤال اخر وصعب بقى المرة دي تعالي مسلا اقول له سيدي ان انا محتاج ان هو يكتب لي مقال من تلتمية كلمة ليه مقال من تلتمية كلمة عن اهمية اه عن الانتحار لأ خليها عن فوائد الانتحار شفت لأ حقيقي والله دلوقتي ليفو الاخر طب خلينا دلوقتي نشوف عن فوائد الانتحار نشوف هيديني ايه يعني طبعا حابد اعجزه اي سؤال ما يقدرش ان هو يفكر فيه ونشوف طبعا يعني الانتحار مفيش اي فوقت غير ان انت هتموت كافر ونقص عمر اعتذر له يمكن ان اكتبت مقال عن فقود الانتحار فكرة فقود الانتحار تتعرض بشكل كامل مع الحقائق العلمية والمعرفية حول الصحة النفسية والعقلية والاجتماعية ان الانتحار يعد خطأ شديد في الحسابات النفسية وهو يؤدي الى خسارة حياة شخص مهم من الجاية ويادرك لك سjorة الاشخاص اللى ما همائكة دار 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 وحلو اوي طيب تمامه هو اداني لغطقة علمه قدر الامكان لو انت جيت هنا عندك على ياه preng هتلاقي ان هو يعني بيخصك كاخ او كشخص والله grip انا مش عارف كيف زي بس هو يا بص يعني الصراحة يعني اناراعي آ boîاطن اي اذاك رد حلو وجميل. بس هنا linke خاص ببينج هنا حاس ان هو اديك نبزة بسيطة وفي نفس الوقت بيحس ان هو بكلمك كصاحب بص انا اسف ولكن لا استطيع قام بهذا الطلب الانتحار هو عمل خطير وضار بين نفس والاخرين اذا كنت تعاني من مشاكل نفسية او تفكر في الانتحار فانت صحك بالبحث عن المساعدة الاحترافية او التحدث مع شخص تصق به هناك دائما حلول اخر لتجلب على المشاكل والصعبات في الحياة مع ايموجي اللي هو الله اعلم بقى صلاة ولا كف بكف والليه الله اعلم بس انا صراحة شايف اني اللي هو الخاص بشركة يعني اللي هو شاتج بيتيل خاص بشركة اداني 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 ارد اداني ارد اداني حاجات حلوة الصراحة انه يعني بيقول لي مفيش فوضل الانتحار ان انت هتخسر حياتك وهتخلي اشخاص اخرين يعاني وده جميل وده صح بس يعني شركة اهتمت اكتر بالجانب الانساني فهو بيقولك لا انت محتاج ان انت تشوف مساعدة وتصدقني هتخسر كتير لو انت عملت كده بس في الحقيقة اللي انتحار مرهوش في قوة جرين انت هتموت كافر تمام والكافر ده مش فايدة انت هتضي تفضل في النور طلع عمرك خلينا نروح لحاجة بعدها خليني مثلا اقول له يا سيدي السر بقى لناس كلها بتبحث عنه ونشوف مين اللي هيديني اجابة اضق خلينا دلوقتي نعمل شغل خباسة شوية على شاتج بيتيل ونشوف زكالي صناعة يقدر ان هو يوصلنا لايه ما هي الاسرار والصغارات التي من خلالها يمكنني تصدر نتائج بحث اليوتيوب والحصول على مشاهدات كثيرة دلوقتي نشوف هايقول ايه وتعالى دلوقتي نشوف هيقول ايه رغم ان مفيش اي اسرار وكل الحاجات اللي اتكلمت عنها قبل كده اتكلمت عنها كتير قوي على اليوتيوب وقلت انت ازا تقدر تتصدر في سلسلة كاملة تقريبا على القناة تقريبا من حوالي ميت فيديو عن اليوتيوب فقط لكل حاجة تقريبا متعلقة باليوتيوب بص هنا بيقولك ايه لا يوجد اي اسرار او صغرات اللي انا كنت دايما بقوله ده شيء خاص بالاوبن ايه ايه تمكنك من تصدر نتائج بحث اليوتيوب هنا لحد الوقتي الاخ بتاع اه بيفكر وبيدور وبيدعبس كده على حاجة ممكن يطلع لنا بنتائج حلوة الله عالم تعالى نشوف هننتظر ونشوف فعلا هلا هيقدر يرد ولا لا لحد الوقتي الاخ بتاع بينج بيدور هو خلاص بالفعل قرر ان ما فيش اي اسرار او صغرات تمكنك من تصدر نتائج بحث اليوتيوب والحصول على مشاهدات كثيرة في الواقع يعتمد نجاح اليوتيوب على الاستمرارية وانتاج محتوى مصير طيب نيجبها دلوقتي نشوف اه بينج لسه مجاش بينج تقريبا شكله بتغدى وراجع طب عموما يعني التفوق هنا الصراحة هو يعني انا شايف ان هو اداني اه رد منطقي جدا على حاجات بالفعل انا محتاج ان انا اعملها عشان اقدر ان انا احصل على مشاهدات مفيدة لليوتيوب لحد دلوقتي بينج مش موجود على الخريطة يا عمي بينج هلو طيب خلينا نحذفه ونطلب من ثاني طيب هو يمكن يكون حصل يعني زي ما تقول تأخر شوية في الموقع باش في النهاية هو رد طيب شايف انت لحد دلوقتي هو غالبا يعني انا حاسس ان هو او بيدور على الزراير يعني عارف انت الرجل الكبير اللي هو بيشوف الكيبورد على زرار زرار او نفس الفكرة او بن اي اي نفس الاطلوب دلوقتي شوفت بكتب بطيقة ازاي بينج على طول رغم ان انا شايف الصراحة الصراحة ان الرد الخاص بتاع اضق واحسن. رغم ان هو بطيء, بس اضق واحسن. يعني هو بالفعل هنا قالك يعني هنا هو قالك ما فيش اسرار اللي هو مفيش اسرار وفعلي ما فيش اسرار من واحد متمرس في اليوتيوب يقوله السنين. هو بالفعل ما فيش اسرار النتائج عشان تقدر ان انت تجيب. يعني زي ما تقول افكار حلوة او ان ان انت تجيب مشاهدات. وحاجات. اول حاجة عليك تهتم بجودة المحتوى. وبعد كده التاجز والكلمات الرئاسية اللي بتكون في التاجز والعنوان والفيديو والحاجات دي كنا انا شرحتها عندي على القناة والتسويق وغيره هو جاب لك من ناحية العلمية اللي انت بالفعل تقدر تقبر قناتك على اليوتيوب وهو هو الادق في الاجابة للسؤال ده وعنك انا طبعا نفس الشيء ينطبق على بينج بينج صراحة وجاب لك اللي احنا بنقوله دايما بشكل سريع وبشكل مختصر يعني مرحبا هزا بينج يمكنك مساعدك في البحث عن المعلومات استغلل كلمات رئاسية زاد صلة في عنوان وصف وعلامات فيديو طب احنا ده عارفينه اي حد عارفه ده اضافة ترجمات والساسمات للفيديو ده برضو عارفه اضافة مقاطع ترواجية او مسير الاهتمام في بداية الفيديو ده برضو عارفينه اه وهو انا دايما بقول لي اهتم باول عشر ثواني في الفيديو وده طبعا كلنا عارفينه اضافة نهاية تشجيع لمشاهدين في الاشتراكة ومشاهدة الفيديو دي مهمة ودي مهمة برضو مع عشان برضو حاجة عليك. الترويج للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المتدادات والمجتمعات زاد صلة. الاتنين الصراحة انا شايف اني ده اضاق. انا شايف اني ده اللي هو اضاق بكتير جدا من اا مايكروسوفت بنج. طيب. تعالى بعد دلوقتي نروح للحاجة الاخيرة. انا شايف ان الصراحة الرجل يعني قطر خيره. الصراحة يعني انا يعني الصراحة بنج او او اللي هو بتاع ده اجابة تفصيلية تقدر حد اي حد يسرقه انا اسيبه لحد ما يخلص واي حد يقدر يسرقه. تمام الحمد لله ان هو خلص عشان انا اتشليت حرفين. زي ما انت شايف هو عموما خلص حوار اليوتيوب ده لكل اللي انا طلبته منه. عموما تقدر بقى ان انت توقف الفيديو وتقره وبيقولي من الاتنين دوله تستفد منهم لان الاتنين برضو اجابتهم صحيحة بس اجابته هي الاصحة. طيب دلوقتي انا طلبت منه انه يكتب لي مقال. اكتب لي مقال من تلتمية كلمة عن فوائد القراءة. طبعا يعني او غيره من اللي هو او غيره انا عن نفسي بستخدم اللي اتنين. يعني انا عايزك انت كمان تستخدم اللي اتنين ما تستخدمش حاجة واحدة فقط. لا. ده مجاني وده مجاني. فانت استخدم اللي اتنين واخد منهم اقصى استفادة. وانا باستفاد منهم في ان احيانا اللي بيكتب لي مقالات انا بحتاجها بدل ما اعد اكتب بيدي. تمام? ودي عامل مهم جدا. طيب دلوقتي انا قلت له اكتب لي مقال من تلتمية كلمة عن فوائد القراءة. طيب هنا اقول له اكتب لي مقال من تلتمية كلمة. عن فوائد القراءة وهنا نفس الشي اروح رايح اقول له عايز نيو شات. واكتب لي مقال من تلتمية كلمة عن فوائد القراءة. فدلوقتي هنتظر واشوف اني اللي هو هيطلع حقيقي اجابة او طلب اللي انا عايزه. شفت? يعني هنا اللي هو مايكروسوفت بينج بيقول لك ايه? انا اسف. ولكن ليه ممكن ان كتابة مقالة لك هذا يخالف حقوق النشر والاخلاق. طيب. عكس شاتجي بيتي اللي هو الخاص بشركة ايه ايه. عارف الفرق ايه? لاني بينج زي ما قلت لك ان هو الاصدار الاحدث هو اصلا افلين او بينج هي منعة حوار كتابة المقالات ده. كون ان هو اصلا بياخد الداتا بتاعته من على الانترنت. فبالتالي هو مش هيطلع لك اجابة او مقال منطقي. هو فقط بيرد على الاسئلة اللي انت عايزها. وبتسأله وبيديك الاكواد اللي انت عايزها. بس ما يكتب لكش مقال. عكس هو اللي يكتب لك مقال. في الثانية كتب لي مقال زاد دياتي وانا قاعد. عكس المواقع الاخرى زي يو اللي انا اتكلمت عنه قبل كده في فيديو فات برضو بيقدر ان هو يعني يكتب لك مقال كامل ممكن حتى من الفين كلمة. انا احيانا بستخدمه برضو ان انا اكتب مقالات اسكان مقالات لغة اجنبية او مقالات عربية وبعد كده بترجمها وحطها عندي على موقعي عشان ده بيسهل علي الدنيا. فزي ما تشايف ده الفرق ما بين اللي هو بالفعل ما بينفعش ان انت تكتم من خلاله مقال. وبين اللي هو تمام اللي هو الخاص بشركة او الموضوع المختصر في كل ده. او الخلاصة بتاعت كل ده. ان انت استفاد من الاتنين. ما تفضلش حاجة عن حاجة. شوف الحاجة اللي انت عايزها ودور هنا ودور هنا. لو لقيت حد ادقلك اجابة منطقية في الاتنين استخدمها. تمام? منطقية العقلك. تمام? والحاجة اللي هي تقدر ان انت من خلالها تستفد بها. اللي هو الموقع الرسمي. قريب هيتيح ان انت تقدر تستخدم اللي هو الافضل من لان زي ما قلت لك ان هم افلين او عاملين لحدود. منها برضو اللي هو الخاص بكتبة المقال. انما لو تحط على موقع فطبعا مش عايز اقول لك وهيبقى شكل المقالات دي عامل ازاي? احسن مني ومن اي حد بيعرف يكتب. فبس خلاص ده كان الفيديو. اتمنى ان الفيديو عجبك. وتمنى ما كنتش طولت عليك واستفدت بيك كمان. واستمتعت بالمقارنة بابين الموقعين. وما تنساش بها ان تتعمل لك اللي فيديو تشترك فوقنا وتفعلي الجرس واكون شكر جدا لك. وتشوفكم عن اخير بقى بازنا للفيديو الجاي. ومع السلامة.